موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية نبدأها بالعنوي رئيس الحكومة يدشن العمل بنظام سويفت في البنك المركزي الأمني بعداً بعد إتمام السيطرة الكاملة على مكونات النظام الرئيسية موسيقى إجراءات أمنية مشددة في عدن غدا تمهرجان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي موسيقى موسيقى أهلا بكم قال رئيس مجلس الوزراء أحمد أعبير بن دغر أن حكومته تلقت بلاغاً برفع الحضر عن حساباتها من قبل الخزانة الأمريكية وأشار بن دغر خلال ترأسه اليوم في عدن اجتماعاً بقيادتي البنك المركزي ووزارة المالية إلا أن الحكومة سوف تسعى إلى رفع الحضر عن حساباتها لدى الدول الأخرى وتحدث رئيس الوزراء عن قرار رئيس الجمهوري عبد الربو منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن واصفاً القرار بالشجاع وأضف أن قرار نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن تم بعد أن أفرغت الميليشيا الانقلابية خزائنها ونهبت كل الاحتياطية النقدية الأجنبي التي كانت في البنك وسخرتها لصالح ما تسميه بمجهودها الحربي وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجزت ميليشيا الحوثي وصالح عن دفع مرتبات الموظفين وهو الأمر الذي استدعى القرار التاريخي إلى ذلك أعلن البنك المركزي اليمني بدأ العمل بنظام سويفت في مقره الرئيسي بعداً وذلك بعد إتمام السيطرة الكاملة على مكونات النظام الرئيسي ودشن رئيس مجلس الوزر أحمد بن دغري اليوم العمل بالنظام بعد تجاوز كل الصعوبات التي كانت تعيق ذلك وأشار بن دغر إلى إعادة تفعيل العلاقة المصرفية القائمة بين البنك المركزي والبنوك المراسلة في الخارج مشيداً بفريق العمل الوطني والفريق السوداني على الجهود المبذولة في استكمال العمل بالنظام تشهد عدن إجراءات أمنية مشددة للقوات الحكومية في النقاط التابعة لها في مداخل المدينة غدا تقيام مهرجان دعا إليه ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي كما بدأ المجلس الجنوبي بوضع احتياطاته الأمنية لما قال إنه حماية وتأمين للمهرجان من خلال نشر عناصر مسلحة تابعة له في بعض المواقع المؤدية والمحيطة بمكان إقامة المهرجان بحي المعلة هذا وكان رئيس الحكومة أحمد بن دغر قد دعا الأجهزة الأمنية في عدن إلى تأمين المسيرة ورفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية وتشديد الإجراءات على مداخل المدينة تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة تعقيدات عديدة تشهدها المحافظات الجنوبية شكلتها ظروف وتراكمات طويلة آخرها تشكيل ما يسمى بمجلس عيدروس الزويدي الهادف إلى إرباك المشهد وإضعاف الشرعية في موجهة القلاب المزيد في هذا التقرير أظهر رئيس الحكومة بن دغر في خطابه الأخير لقيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي أهمية الحفاظ على شرعية الرئيس هادي في مؤشر واضح أن المجلس الانتقالي والأطراف التي تقف من وراءه تحاول إضعاف شرعية الرئيس الذي يمثل بقاؤها مشروعية للحرب القائمة ضد الحوثيين وشرعية لتدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية وفق هدف محدد وهو إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية فكما يرى مراقبون أن كل محاولات لإضعاف شرعية الرئيس هادي أو تجريده من صلاحياته ستدفع الأطراف الانقلابية والإقليمية التي تواجه الرياضة خصوصا طهران إلى افتعال ملاحقة دولية بارتكاب السعودية جرائم حرب ضد الإنسانية إذ تدخلت في اليمن بشرعية مزيفة وهي مجازفة تزيد من الأعباء على السعودية ومحاصرتها في عمقها الاستراتيجي ومجالها الحيوي سحابة كثيفة من الحروب المتداخلة يراد لها أن تكون والتي تعني في النهاية خروجها عن السيطرة لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين فالمحافظات الجنوبية تقع على مقربة من باب المندب المضيق الدولي الهام ما يعزز المخاوف أكثر توعد هاني بن بوريكا في تغريدة على تويتر لم نضع سلاحنا بعد ولم تجف دماء شهدائنا ولم تبرى جراح جرحانا ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارودة مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه وهذا تلميح من لا يجد نفسه في العمل السلمي وأنه بالاستقوى والتمرد سيجن الكثير من المكاسب يأتي ذلك فيما يتحضر وانصار قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي للتظاهر في عدن يوم الجمعة السابع من يوليو تأتي عودة الزبيدي وبعض عضاء مجلسه الستة والعشرين ردا على إقالة الرئيس زهادي لثلاثة محافظين أعضاء في المجلس يوم الخميس الماضي وهو ما رفضه المجلس وعلن في بيان أنه سيرد على تلك القرارات التي اعتبرها استهدافا لا وأي أن تكون تلك التازيمات التي تظهر بين حين وآخر إلا أن الكثير من المتابعين يعتبرونها مجرد أوراقا لابتزاز الرئيس زهادي وقيادة التحالف العربي للقبول ببعض ما يتم طرحه تحت الطاولات وخلف الغرف المغلاقة استشهد طفل برصاص ميليشيا الحوثي وصالح في مديرية المعافر بريف تعز مصدر محلي قال إن الطفل سليم المنشى البالغ من العمر عشر سنوات استشهد برصاص الميليشيا في منطقة الحناية أثناء خروجه من منزله هذا وسشد مواطن أيضا وأصيب ثلاثة أخرون إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الانقلابية في منطقة اليتمى بمديرية خبو الشعف بالجوف وأكد مصدر المحلي أن لغم أرضي انفجر بسيارة المواطن فهيد الحزمي ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة أخرين وبحسب تقارير عربية ودولية فقد زرعت ميليشيا الحوثي وصالحة الانقلابية أكثر من خمسمائة ألف لغم بينها ألغام فردية وألغام محرمة دوليا تسببت في مقتل وجرح الألاف من اليمنيين تفقد رئيس هيئة الأركان العامة لواء الرقم محمد المقدشي عددا من الجبهات القتالية في الجوف وطلع رئيس الأركان على جهزية وحدات من المنطقة العسكرية السادسة وخصوصا لواء الأول حرس حدود ولواء النصر ومعسكري لبنات وتنقل لواء المقدشي في مواقع الجيش بجبهتي صابرين والخنجر مشيدا بالبطولات التي يحققها المقاتلون الأبطال ودحر العدو من ساحات شاسعة باتجاه صعدة التي سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني هذا وجددت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قصفها المدفعي مستهدفة منطقة الغولي في القوع والأجردي والمحصن بمدرية الزاهر بالبيضاء وتشن الميليشيا الانقلابية قصفا عشوائيا متواصلا بقذائف المدفعية والدبابات وصواريخ الكاتيوشا مستهدفة قرى سكنية أسفر عن سقوط شهداء وجرح من المدنيين ونزوح عشرات الأسر وتضرر عدد من ممتلكات المواطنين تمثل البيضاء عنوان للبسالة والصمود الذي لا ينكسر رغم الاستهداف المستمر من قبل ميليشيا الحوثي وصالح لأبناء البيضاء وترصدهم في الطرقات وقتلهم المزيد من المدنيين الأبرياء بصورة مستمرة عمدا تواصل ميليشيا الحوثي قتل المزيد من أبناء البيضاء وتباشر طلب التحكيم من قبائل المحافظة إثر كل جريمة بهدف طمس معالم أعمال القتل الممنهجة وتحويلها إلى حوادث عرضية وكما يبدو في مقطع الفيديو هذا الذي جرى تداوله مؤخرا عن رضل قبائل البيضاء تحكيم الحوثيين في حادثة مقتل فايز السبوعي لا ترق محافظة البيضاء وأبناؤها للميليشيات الإنقلابية ذات النهج الطائفي والأطماع الإمامية ومشاريع التوريث للعائلة والقبيلة والسلالة ولأن إيمان البيضاء بالجمهورية راسخ يمارس الإنقلابيون فضائع بحق المدنيين في محافظة تحتلها الميليشيات دون أن تتمكن من كسر إرادتها أو إنهاء وجود المقاومة الشعبية المسلحة تترصد الميليشيات أبناء البيضاء في الطرقات وتمارس أعمال قتل ممنهجة بحقهم داخل محافظتهم وخارجها وقد أثارت جريمة الحوثيين بقتلهم رجل الأعمال عبد الجليل عبد الرب العواضي غدرا داخل العاصمة صنعاء أثارت استهجانا شعبيا حتى في أوساط الموالين للإنقلاب من أبناء البيضاء وشخصياتها القيادية وبعد هذه الجريمة التي تمت أواخر يوليو المنصر أقدم قيادي حوثي على قتل المواطن فايز عبد القادر العزاني داخل سيارته وأمام زوجته وأطفاله مقابل سوبر ماركة المسبحي في الشارع العام بمدينة البيضاء الترويع هو ما تهدف إليه الميليشيات في البيضاء وعملياتها التي تستهدف المدنيين متواصلة منذ سنوات دشنتها بجريمة قتل مجموعة من الشخصيات الاجتماعية أرواح النساء والأطفال والرجال في البيضاء ومنازلهم ومزارعهم كلها هدف لآلة القتل الميليشيائية وأسلحتها الثقيلة حتى النحالون والعاملون في المزارع من أبناء محافظات أخرى تطالهم قذائف الميليشيات ورصاص قناصتها وتقتل المزيد منهم باستمرار ورغم القتل وتدمير المنازل وقصف القرى المستمرة من جانب الميليشيا للعام الثالث أخفق الإنقلابيون في تحقيق شيء وخسروا مئات من قياداتهم وعناصرهم وعتادهم في محافظة عصية على الانكسار تجددت الاشتباكات في جبهة حرض قطاع لواء منه وخمسة مشابين عناصر الميليشيا الانقلابية والجيش الوطني وقال مصدر عسكري إن المواجهة التي اندلعت أسفرت عن سقوط عدد من القتل والجرحى في صفوف الميليشيا وأسر اثنين من الحوثيين فيما استشهد ثلاثة من الجيش الوطني ومن حج إلى شبه حيث قتل قائد الميليشيا الحوثي وصالح بمدرية بيحان في الشباكات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مصادر محلية قالت إن معارك عنيفة بين الجيش والانقلابيين أسفرت عن مصر عقاد الميليشيا في بيحان العليا الذي يدعى أبو أمين وعدد من مرافقه إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات مكثفة على مواقع الانقلابيين بعدة محافظات استهدف الطيران بغارتين مواقع الميليشيا الانقلابية في الوازعية غربية تحز ودمرت أيضا الغارات مقرا خاصا بتجنيد الانقلابيين وإعطاب أليات عسكرية تابعة للميليشيات في منطقة قاع الحقل بمدرية دوران أنس بذمر في صعد أيضا استهدف الطيران بخمس غارات مواقع متفرقة للانقلابيين في مدية شدة إضافة إلى مواقع بمدرية اللحية بالحديدة ولقي عدد من الانقلابيين مصرعهم في قصفا استهدفا موقعا في منطقة الملتقة ببني جبر بصرواح غربية مأرب والذي تتخذه الميليشيا مركزا لتجمع عناصرها وحشدهم إلى جبهة القتال بدأ تحالف القوات البحرية المشتركة ومقره في مملكة البحرين بتعزيز انتشاره قبالة سواحل اليمن بعد هجمات طالت مؤخرا سفن تجارية قال المتحدث باسم القوات البحرية المشتركة المكون من واحد وثلاثين دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصعودية وبريطانيا وفرنسا إن الهجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في خليج عدن وباب المندب تظهر أن مخاطر النقل في هذه المياه لا تزال موجودة وبين التفوق الأخلاقي الذي تميزت به المقاومة الشعبية والسلوك الإجرامي لميليشيا الانقلاب يظهر الفارق بين مشروع الدولة والسلام الذي تحمله المقاومة الشعبية وبين العصابات الانقلابية التي تنهج سلوك المافيا ليس هناك مجال للمقارنة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين الميليشيات الطائفية الحوثية وعصابات المخلوع صالح الانقلابية من حيث المبدأ غير أن حيثيات ومجريات الأحداث والمعارك تفرض الإشارة إلى التفوق الأخلاقي الكبير المقاومة الشعبية والجيش الوطني مقابل ما تعيشه ميليش الحوث والمخلوع من انهيار أخلاقي وانحطاط قيمي وعدم التزام بمبادئ حقوق الإنسان والقيم الدينية والأعراف اليمنية منذ انطلاق حرب الحوثيين والمخلوع على اليمنيين تتعمد الميليش اختيار مواقع مطلة على تجمعات السكانية بهدف التمركز فيها ونصب مدافعها ودباباتها وأسلحتها الصاروخية أما الهدف فهو ليس عسكريا وضمن قواعد الاشتباك وإنما السكان المدنيون تحولهم الميليش إلى أهداف عسكرية ولا يكاد يمر يوم دون أن تتساقط القذائف على تجمعات السكانية في تعز واريفها وفي البيضاء ومريس الضالع وكرش لحج فضلا عن مئات المحاولات الصاروخية لضرب مدينة مأرب المكتظة بأكثر من مليون يمني غالبيتهم نزحوا من المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في الجانب الآخر حيث السلطة الشرعية ترابط مدفعية ودبابات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تخوم صنعاء منذ أكثر من عام لكن اللافت أن صنعاء لم تتعرض يوما للقصف المدفعي من قبل الجيش الوطني ومثلها تعز إذ أن بإمكان مدفعية قوات الجيش الوطني استهداف مناطق الحوبان المكتظة بالسكان لكنها لا تفعل مدركة أنها تحمل مشروع شرعية وحياة لليمنيين وحماية لحقهم في الأمن وهنا يتبدأ تفوق أخلاقي يفسر مدى الانسجام والارتياح العام في نفوس اليمنيين للجيش الوطني والمقاومة الشعبية باعتبارها تعبيرا وطنيا ونضاليا عن مشاعر اليمنيين ورفضهم للحوثيين والمخلوع صالح أكدت اللجنة الأمنية بتعز على تفعيل قوات الأمن الخاصة وبقية مؤسسات الدولة وحل جميع القضايا العالقة اللجنة وفي اجتماعها برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل أكدت على ضرورة سرعة تجهيز السجن المركزي وكذا تسليم البحث الجنائي لإدارة الأمن وتطرق الاجتماع إلى الخطوات والآليات العملية للستباب الأمن داخل المحافظة مشددا على ضرورة أن يتحمل كل لواء مسؤوليته نطاقه أو مسؤولية نطاقه من أي اختلال أمني كما تطرق الاجتماع إلى آلية معالجات الاشكالات التي واكبت عملية صرف مرتبات الجيش الوطني ووضع خطط تنظيمية لتلافي أي أخطاء وعدم تكرارها مستقبلا دشنت لجنة الغافة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب بالتنسيق مع الجمعية الطبية الخيرية دشنت المرحلة الثانية من حملة التعز ضد الكوليرا وذلك بدعم مراكز علاجية أو مراكز معالجة الإسهالات المائية في المستشفى الجمهوري والمضفر والروضة ومركز 22 مايو والوحدة الصحية بالمحاليل والأدوية ومواد النظافة ندشن عملية الدعم العلاقي في أكبر مركز داخل تعز والمركز يكاد يكون الرئيسي والوحيد في تعز مركز المستشفى الجمهوري مركز الكوليرا هذا المركز الذي يجب أن يدعمه الجميع يجب أن تنتصل إليه أياد الجميع ليس فقط لقنة الإغاثة والطوارئ في التحاد العرب أو لقنة طبيب الخيرية فاعلين الخير كلهم يجب أن يزوروا هذا المكان حتى يروا إلى معاناة هؤلاء الناس المعاناة الحقيقي لوباء الكوليرا لانتشاره للمضاعفات التي تحصل لحالات المضاعفات التي يحصل بعد الكوليرا مباشرة من هنا سندشن دعم هذا المركز بأكثر من 4 أو 5 ألف قربة محلول رينجر مع أدوية مضادات الحيوية للمرض الكوليرا بمدينة تاريم بحضر موت اختتمت فعاليات سباق الهجن الثاني الذي تنظمه مؤسسة بن كاردوس للتنمية وبالتعاون مع لجنة المنظمة لسباق الهجن الثاني بتاريم والذي يحمل الشعار جميعنا أبناء مدينة واحدة رياضة فريدة قلم مورسة يمنيا سباق الهجن الذي يختتم موسمه الثاني بمدينة تاريم في محافظة حضر موت في مشهد رياضي يعيد الذاكرة إلى رياضة عربية أصيلة تربطنا بماضي عريق مع الجمال بالإضافة إلى لمسة لموروث شعبي فقد أو يكاد يشارك في السباق التنافسي في جولته الأخيرة 75 هجانا يتم توزيعهم إلى 6 مجموعات بواقع 12 متسابقا لكل مجموعة في مضمار أعد وهيئ بشكل يتناسب مع هذه الرياضة بطول إجمالي بلغ الـ 500 متر مع مراعاة نظام حفظ السلامة للحضور والمتسابقين طبعا لوحة جميلة اليوم نشاهدها من أبناء مديري تاريم الذي دائما أتحفونا في كل المناسبات وفي كل الاحتفالات سواء كان في الملعب سواء كان في مضمار سباق الهجن تاريم نموذي لكل مديريات محافظة حضر موت يحرص مالك الجمال على تدريبها طوال العام وتكنى بمجموعة من الألقاب والأسماء التي تبرز من خلالها كالهمر والفيصل والقادري ثلاثة ألقاب حازت على المراكز الثلاثة الأولى هذا العام لتكرم بجوائز عينية ثمينة ومبالغ مالية بالإضافة إلى أوسمة ودروع تفاخر بها جمالهم والله تجربتي ممتازة يعني هذا السباق الآن أسوار ممكن لكل يدرى من برع أن السباق في تريهم هذا السباق يشتر من أحسن السباق الأول 100% يعني حظي سباق الهجن في موسمه الثاني على التوالي والذي تنظمه مؤسسة بن كردوس للتنمية مباركة من السلطة المحلية بحضر موت وعقال واعيان ومقادمة المدينة واهتمام من شرائح مجتمعية مختلفة أهدافنا الفرح الجميع يفرح هذا الشعب أنا فرحان لكلنا نكمل بعض أهلنا كيف يفرحان لنا كلنا نستنعف فرحنا ما في شيء نقول إن شاء الله بالسلامة إن شاء الله بيكون أحسن من كذا وجوائد بتكون أكبر من كذا إن شاء الله جميعنا أبناء مدينة واحدة شعار حملته فعاليات السباق يؤكد روح السلام التي تحمله حضر موت وسعي أبنائها نحو انطلاقة لبناء وطن ينعم بالخير والسلام عبدالله مؤمن لقناة يمن شباب حضر موت نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس الحكومة يدشن العمل بنظام سويفت في البنك المركزي اليمني بعداً بعد إتمام السيطرة الكاملة على مكونات النظام الرئيسي إجراءات أمنية مشددة في عدن غدا تمهرجان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي تدمير وليات عسكرية ومصرع العشرات من الانقلابيين في غارات للطيران بذمار صعدة مأرب وتعز وصلنا إلى الختام نلقاكم على الرأس الساعة القادمة في أمان الله موسيقى ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار ترجمة نانسي قنقر